بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و أتم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب طيف التوحد أتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث عن بعض الممارسات المبنية على البراهين و التي أثبتت فعليتها عند استخدامها و تطبيقها مع أبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد بإذن الله سيكون الحديث عن التدخلات التي يقدمها الوالدين لأبنائهم ذوي اضطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله الاستراتيجية الرابعة التدخلات التي يقدمها الوالدين في هذه الجلسة نحب أن نشير إلى بعض الأمثلة على التعريف الذي قمنا باستعراضه في الجلسة السابقة نستعرض بعض الأمثلة عليه ذكرنا في التعريف أنه عادة ما يواجه ذوي اضطراب طيف التوحد بعض الصعوبات في بيئاتهم المنزلية و خصوصا في أثناء قيامهم ببعض الأنشطة الروتينية و عليه قد يبدي بعض الآباء و الأمهات الرغبة في اكتساب بعض المهارات التي يستطيعون من خلالها مساعدة أطفالهم في أثناء تأديتهم لتلك الأنشطة مثال على ذلك الإطفاء من الطرق للتعديل السلوك و الممارسات المبنية على البراهين و هو إجراء سلوكي يقوم به الممارس التربوي بغرض الحد من السلوك غير المرغوب من خلال إيقاف المثيرات البعدية التي أسهمت في تعزيز ذلك السلوك و أسهمت كذلك في استمراريته على سبيل المثال نحن نذكر على بعض الطرق و الممارسات المبنية على البراهين التي نقوم بإرشاد الوالدين ليقوموا بمثل هذه التدخلات السلوكية منها الإطفاء عندما يقوم الوالدين بمثل هذه التدخلات هي تسهم في تعديل سلوك ابنهم ما الذي نقصده بالإطفاء؟ عندما يقوم ذكرنا و أشرنا إلى عندما يبكي الطفل مثلا الأم كان تتحدث مع مثلا لدينا خالد و سعد أمام والدتهم عندما تتحدث الأم مع خالد و سعد لديه التراطي في التواحد يريد الحديث كذلك مع أمه و الأم شغوله مع خالد فإنه يقوم برفع صوته يقوم برفع الصوت ثم الأم لا تستجيب يرفع الصوت بصوت أعلى سعد يعني الماما أنتبهي لي ماما أنتبهي و هي مشغولة ممكن حل واجب أو انشغال آخر مع خالد يجب عليها الانتهاء منه كذلك فعندما يقوم سعد برفع صوته ثم يقوم برفع الصوت بدرجة عالية جدا الأم سترد كالمعتاد بصوته حتى ربع معتاد نعم أي ردو لكنها استجابت لمنادات سعد بهذه الطريقة أو بالطريقة غير الصحيحة هو قام بالصراخ بصوت عالي نلاحظ هنا السلوك هو الغير صحيح تلقى التعزيز عندما رفع صوته و سبب إزعاج لكل من هم في البيت تلقى تعزيز التعزيز هو استجابة الأم استجابة الأم لسعد و تلبية ما يريده من رغبات إذن بعد ذلك هو تلقى تعزيز هذا التعزيز الذي تلقاه و هو الاستجابة عندما قام برفع صوته ساعد في استمرار ساعد في استمرار السلوك سيساعد دائما أبغى أمي أمي ما ترد مشغولة أقوم برفع صوتي فمهم جدا دائما لا عندما يقوم برفع صوته أقوم بتدريبه أنه عندما يرفع صوتي أنا لا ألتفت له لا ألتفت لرفع الصوت و لا أقوم بتجاهل نفس الطفلي خلال كامل اليوم نحن نحدث دائما عن تجاهل السلوك و ليس تجاهل الطفل مهم جدا أن ينتبه الوالدان لهذه النقطة أنا لا أتجاهل الطفل أتجاهل السلوك الذي صدر من هذا الطفل لأنه بعد ذلك عندما يقوم برفع صوته لا يجد استجابة لا يجد تعزيز لن يستمر معه مثل هذا السلوك أنا مهم جدا دائما حتى عندما يقوم بالانتقال للسلوك الصحيح وهو الكلام بطريقة مهذبة بطريقة بصوت معتاد أنا أقوم بتعزيزه في البداية ثم أقوم بسحب هذا التعزيز تدريجيا حتى يعتاد عندما يريد الحديث مع أمه فإنه يتحدث بصوت عادي جدا تسمعه الأم لا يسبب إزعاج لدى الآخرين ويجب على الأسرة كذلك أن تستعد وتتأكد أنه بعد إجراءاتهم لتعديلات مثل هذا الإطفاء فأن السلوك سيزداد حدة يعني كان يرفع صوته بصوت عالي جدا ممكن يصل إلى مرحلة أن يقوم حتى بالبكاء والصراخ معا حتى تقوم الأم بالاستجابة له وتعزيز هذا الصراخ بصوت مرتفع والبكاء بصوت مرتفع عندما نبدأ بتعديل السلوك وعدم الالتفات له عندما يقوم بالمنادات بصوت مرتفع فيجب علي أن أستعد عندما يقوم بالإطفاء أن السلوك حتى أحيانا سيزداد حدة في البداية ثم ينخفض بعد ذلك وأعمل على تعزيزي عندما يقوم بالاستجابات الصحيحة يجب على الممارسين تدريب أولياء الأمور على تنفيذ الممارسات المستندة إلى البراهين مع أطفالهم في أثناء تأديتهم لبعض الأنشطة الروتينية اليومية مثال أولا تأكل ثانيا تلعب بالإمكان الاستعانة طبعا بالصور إذا خصوصا لدى الأطفال الذين لديهم صعوبات في التواصل اللفظي أن أستعين بالصور وبالإمكان كذلك أن أقوم بتوجيهه بشكل مباشر الأعمال الروتينية التي يقوم بها بشكل يومي مثلا هو يحب اللعب بالتأكيد مثلا ما لدينا في الصور أحب أن يقوم باللعب لا أقوم بمعلا لا 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 يوجد لعب لا يجب من الأفضل أن أبين لها أن أولا نأكل ثم سنلعب أولا سنأكل يعني اللعب لن يذهب اللعب يعني بالتأكيد ستلعب ولكن يجب عليك قبل أن تذهب إلى اللعب أن تأكل إذا كان يستجيب لي التواصل اللفظي واستجابة اللفظية مناسبة هذا جيد وأقوم بتوجيهه مثل هذه الأعمال الروتينية اليومية بهذه الطريقة حتى لا يكون هناك صعوبة في التعامل معها إذا كان هناك صعوبة في التواصل اللفظي أقوم بوضع صور له كذلك وضع صور تبين له أنه أولا تأكل ثم بعد ذلك ستقوم بتأدية السلوك المطلوب منك وهو اللعب مثلا بعد الأكل لذلك يمكن أن يكون دور الممارس دائما نتحدث كالمشجع أو الداعم بينما من ينفذ تلك التداخلات هما الوالدان أنفسهما مثال يجب أن يركز الممارسون التربويون على تحديد جميع الأحداث أو الظروف التي تحدث مباشرة قبل وبعد السلوك المستهدف ويجب أن نؤكد على أن المثيرات القبلية التي تتبع وتنعب دورا هاما في استمرارية ذلك السلوك على سبيل المثال من طرق تعديل السلوك تحدثنا عن المثيرات القبلية التي تكون قبل السلوك من المهم جدا تدريب الوالدين على استخدام مثل هذه التدخلات التي تبنى على المثيرات القبلية ما الذي يحدث وأن يكون لدى الوالدين دائما تأثير على ابنهم وأن يكون دائما الأب هو معزز له هناك سلوك يقوم بها الطفل الأم تقوم بتعزيزه سلوك خاطئ تبين لها الأم لا هذا الفعل خاطئ حتى يستطيع بناء على هذه المثيرات التي تكون لها مثيرات قبلية يحدث السلوك ما الذي يحدث بعده عندما يقوم بالتدرب على مثل هذه المهارات الأم والأب واستخدامه فأن ذلك يساعد بشكل كبير دائما نتحدث عن تشكيل شخصية الابن واستخدامه السلوكيات بشكل صحيح بمعنى أن تكون شخصيته عندما يحتاج إلى تنظيف مثلا أنفه فأنه من المهم جدا عندما يكون هنا الأنف يحتاج إلى تنظيف فأنه لا يكون شيء اعتياد عندما يكون الأنف منتسخ لا يقوم بتنظيفه وعدم الاهتمام به لا يجب الأم أو الأب يكون لدي تأثير لا أنتبه يعطيه مندين لا يجب عليك أن تقوم بمسح أنفك هذه هي التأثيرات التي تحدث ولكن عندما مثلا عندما لا يكون هناك تدخل سيكتسب أنه عادي واكتسب مثل هذه العادة أو السلوك غير الجيد ويوجد نتيجة على مثل هذا السلوك إذن هو سيتعزز ويكون بمعنى لا مبالي وسيتحدد في شخصيته أنه لا يهتم بمثل هذه المشاكل ولكن ونقيس على ذلك جميع السلوكيات إذا كان السلوك لا قام بسلوك إيجابي فأنا قمنا بتعزيزه هنا سيستمر السلوك هذا الذي سيشكل شخصية الطفل وسلوك الطفل فمهم دائما أن نقوم بتدريب الآباء الممارسين يعني من يعمل مع ابنان من ذوي الطرابطي في التوحد لن يقوموا بتدريب الوالدين على مثل هذه الأنشطة هذه الطرق للتدخلات السلوكية وتشجيعهم عليها حتى يكون لهم أثر كبير على أبنائنا من ذوي طرابطي في التوحد في الأخير تحدثنا عن العمر المستهدف واتبتت فعالية هذه الممارسة مع ذوي الطرابطي في التوحد منذ الميلاد إلى عمر سنتين تقريبا وحتى المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات إلى 11 سنة مجالات التطبيق يمكن استخدام هذه الاستراتيجية بشكل فعال كتدخل لعدد من المجالات ومنها المهارات الاجتماعية والتواصل والانتباه المشترك والسلوك والاستعداد المدرسي واللعب والتأقلم والإدراك والنتائج المدرسية إذن هذه التدخلات التي يقوم بها الوالدين مهمة جدا من الأمثلة على ذلك حتى الانتبال الوقت دائما الانتبال الوقت هناك صعوبة لأبنائنا أحياناً يواجهون صعوبة في الانتباه للوقت وإدراك الوقت وانتباه أنه يجب عليه هذه المهام في هذه الساعة وهذه الساعة نقوم بهذه المهمة لدينا وسيلة أدات من خلالها نستطيع تدريب الأبناء بسهولة على الانتباه للوقت وأن الوقت في كل ساعة أنتين عندنا هذا العمل نقوم به الساعة الثلاث نقوم بأداء الواجبات الساعة الرابعة وشاهد برنامجي المفضل ولكن ينتبه الطفل من خلالها للوقت وأهمية إدارة الوقت لديها على سبيل المثال لدينا في إدارة الوقت ونستطيع حتى استخدام مثل هذه الآلية وهذه الطريقة مع الأطفال تقريباً من عمر 6 إلى 8 سنوات وحتى أكبر من ذلك ولكن تختلف التطبيقات لهذه الوسيلة أستطيع رسم الوقت بهذه الصورة وثم لدينا مهام يقوم بها في كل وقت محدد في هذه الساعة هو يشاهدها ولديها المهام التي يقوم بها الساعة مثلاً الثامنة بعد صلاة العشاء الساعة الثامنة يجب عليك النوم وتجهيز قبل ذلك نقوم بكتابة أن يقوم بتجهيز الكتب المدرسية تجهيز حقيبة المدرسية بكامل الأدوات ثم بعد ذلك يقوم مثلاً بتفريش أسنانه وأقوم بتحديدها في الساعة ليقوم الطفل بنفسه بالانتباه لمثل هذه الأوقات ويكون لديه إدراك بالوقت واستخدام الساعة بالطريقة الصحيحة وإدارة وقته كذلك بطريقة صحيحة من المهم جداً خصوصاً إذا كان الطفل يستطيع الكتابة أنه يقوم بتعبئة هذه الأوقات مثلاً ينتبه في اليوم الأول أقوم بإعطاء هذا الوقت وتحديد مثلاً متى نقوم بتفريش الأسنان قبل التوجه إلى النوم يكون الساعة كم ويقوم هو بكتابته حتى إذا كان يستطيع نتحدث الكتابة يقوم بكتابته في المربع المناسب له وقت الغداء متى وقت حل الواجبات يكون متى هو يقوم بكتابته عندما يقوم بأدائه بالشكل الصحيح فإننا نقوم بتعزيزه وإعطائه المكافآت عليه إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكراً لكم على طيبي المشاهدة تشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى تذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته